موسيقى كل ما يدور في الجزائر من أحداث يثير تثاؤلات وأحيانا الثخرية فالنظام العسكري بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق سايد شنغريحا لا يستطيع مهما حاول أن يخفي أنه هو الحاكم الفعلية لهذا البلد وحتى في أنشطة ليست بالمهمة كيف ذلك وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت في قصاصة خبرية يوم أمثل اثنين أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كرم عناصر منتخب بلاده للمحليين لكرة القدم وطاقمه الفني والإذارية عقب تتويجهم بالكاذ العربية وحتى الآن كل شيء طبيعي لكن ما سيقع بعد ذلك هو أن هذه الوكالة والتي تدعي المهنية نشرت ثورتين لتوثيق الخبر لكن بعد دقائق قامت بسحب ثورة يظهر فيها شنغريحا وهو يمثك الكأس وكأنه طفل طائش وإدراكا منها أن هذه الثورة ستقود ثورة المؤسسة العسكرية في البلاد قامت وكالة الأنباء الجزائرية باستبدال الثورة الرئيسية بثورة أخرى يظهر فيها المنتخب الجزائرية مع الرئيس تبون فقط لإدفاء الطابع المدني على الحدثة وجرى حفل التكريم بحضور عدد من المسؤولين على رئيس رئيس مجلس الأمة صالح قجيلة ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمد بن عبد الرحمنة ورئيس أركان الجيش شنغريحا ورئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج ومستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وفي خبر آخر من الجزائر حيث أفادت وثايل إعلام محلية بأن الجارة الشرقية تحولت في الأشهر الأخيرة إلى أحد المعاقل لبيع مخدر تشوشنا من طرف الرعاية الأفارقة بتواطئ من تجار الموت مقابل حفنات معدودة من الدنارات وأوضحت أن الجرعة واحدة لا تتعدى الجرام الواحدة من مخدرة تشوشنا يجعل الثغر والكبار يخرجون من العالم الحقيقي وينتقلون إلى براث العبودية وتجرهم إلى ذائرة الإجرام من بابه الواثع ليتحولوا إلى لصوص وقتل ثم يقذفوا بهم في غيه بذنذانات الثجن المظلمة والمنعذلة بعد أن عبث بعقولهم وذمرت خلاياهم الدماغية وتبعت المثادر أن تشوشنا هي مادة ثمة تشبه في ذوقها مخدر الهروين لكن مفعولها أقوى منه بكثير يتكفل بتحضير خليطها أفارقة من مختلف الجنسيات يتخذون البيوت القصدرية وكرا لإنتاجها ثم ينتشرون كالطفيليات رفقة جزائريين أطلق عليهم الرياث في الأحياء الشعبية لاستدراج الشباب والمراهقين وحتى الكهولة لاستغلال في ترويج ثمومهم في المناطق التي صنفت بخريطة تشوشنا خاصة في الغابات والمنتزهات بل إن تجار مخدر تشوشنا تضيف المثادر اخترق مدرجات الجامعات والمدارس والتنويات وهنا يكمن الخطر حيث أصبح هذا المخدر الثلب يستقطب جميع الفئات من الشباب المراهقين رجالا ونساء طلاب جامعات ومتمدرسين في المتوسط والتنويات إلا أن أبناء المثؤولين من فئة الوزراء وإطارات الدولة حطمت الرقم القياسية بعد انتقال من الهروين والكوكيين إلى مخدر تشوشنا يبدو أن العلاقات المغربية الإسبانية تعود من جديد إلى نفق مسدود بعد التطور الأخير الناتج عن الاتهامات التي وجهت وزارة الصحة المغربية التي يقودها خالد أي الطالب يوم أمثل اثنين إلى إسبانيا بكون السلطات الأخيرة لا تحترم البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المتعلقة بعودة المغاربة وبالتالي إيقاف الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا وتعودها بالبرتغال وفي هذا السياق قالت صحيفة الكونفيدنسيال اليوم الثلاثة أن إسبانيا أعربت عن رفضها لهذه الاتهامات من طرف وزارة الصحة المغربية وقد قرر وزير الخارجية خسي مانويل ألباريث التصرف بسرعة واستدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية في مدريد فريد الوهاج للتعبير عن احتجاج إسبانيا على هذه الاتهامات الموجهة لسلطاتها وقبل استدعاء الدبلوماسية المغربية لم يخفي خسي مانويل ألباريث غضبه من بلاغ وزارة الصحة المغربية وأكد خلال مؤتمر صحفية عقد مع ناظره من لوكسنبورغ جون أسيلبورن أن هذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع غير مقبولة وليس لها أساس موضوعية وأوضح الوزير أن حكومتي تعاملت بجد مع الوباء مضيفا أن إسبانيا تمتثل لجميع المتطلبات الدولية في هذا الصياق وأشرت الصحفة المذكورة أن استدعاء القائم بعمل السفارة المغربية في مدريد يأتي لكون أن السفيرة المغربية كريمة بن عيش لم تعد بعد إلى منصبها في العاصمة الإسبانية منذ استدعائها من طرف الرباط على خلفية أزمة دخول ذعيم مرتزقة البوليساري إلى إسبانيا سرا من أجل تلقي العلاج من إصابة بفيروس كورونا في أبريل الماضي ويعتبر هذا التطور منعطفا شديدا في العلاقات التنائية بين المغرب وإسبانيا بعد شهور من محاولات الأخيرة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية وحالة الجمودة الذي استمرت طويلة بين الطرفين وقد تؤدي من جديد إلى توتر العلاقات بين الرباط ومدريد وجاء هذا الاستدعاء من طرف إسبانيا للقائم بعمل السفارة المغربية في مدريد بعدما أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم أمثل اثنين بلاغا أنه لا يمكن العودة إلى الرحلة الجوية من إسبانيا نحو المغرب في غياب احترام البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كوفيت 13 من قبل السلطات الإسبانية وشددت الوزارة في بلاغ توضيحي بشأن اختيار البرتغال بدل إسبانيا لترحيل المغاربة العالقين بأوروبا بسبب الإجراءات الاحتراثية الخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كوفيت 13 ولسيما بعد ظهور وانتشار متحور أوميكرون في عدد من دول العالم على أن القرار يأتي أيضا في غياب ضمانات ملموثة على احترام هذه الإجراءات من بينها مراقبة جواز التلقيح والحالة الصحية للمسافرين بطريقة حازمة وثليمة طبقا للتوصيات والإجراءات الصحية المتعرف عليها دوليا في هذا الصدد ويأتي كذلك الثيانة للصحة المواطنين والمواطنات المغاربة وحفاظا على المكتثبات واعتبرت وزارة خالد أيد الطالب أن وضعية الصفر من إسبانيا إلى المغرب تشكل خطرا على الصحة المواطنات والمواطنين المغاربة وضربا للمكتثبات الصحية التي حققتها المملكة المغربية في مجال التصدي لانتشار فيروس كوفيت 13 مسجلة أن السلطات الإسبانية المعنية لا تعمل على المراقبة بالشكل المطلوب والصارم للحالة الصحية للمسافرين أثناء عملية الإركاب عبر المطارات كما تبين من خلال ملاحظة مدى احترام إجراءات السفر تضيف الوزارة أنه تم رصد عدة حالات وإصابات بفيروس كوفيت 13 عند وصولها أو عبوريا من المغرب قادمة من إثثي إطار رحلات خاصة فضلا عن عدم وجود المراقبة المتعينة لجوازات التلقيح بالنسبة للمسافرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر